اي مرحن اشتغل مع نجب عمر دياب يعني ده بيبقى حاجة مهمة قوي انت بقى اشتغلت مع اهم اتنين عمر دياب ومحمد مونير اتكلمني بقى وهاني شاكر وهاني شاكر طبعا فيعني انت فكلمني بقى كلمني بقى على اهم الاعمال يعني انا عارفة ان انت عملت مع دياب يعني انا مثلا عمر دياب وهي عاملة ايد الوقت ومن هون عليها الوقت لمحمد مونير انا عمر عيني ما دمعت لا هاني شاكر انا اسم على الورق لدي انا حداد امشي ورقة بهم من تاني وروح لهم خطيرة لمحمد محي عطبك على اي ولا ايه المصطفى امر افتكرني لبهاء سلطان تلت دقايق لحكيم بنوبنا خطوة ونص يعني اكيد فيه كتير لطيفة طبعا بحر الغرام يعني فيه كتير صبر ورباعي شكلت من الشرق والغرب لا لا وشكلت مشاعر واحلام وذكريات جيل كامل تعرف كده الاغاني اللي انت بتقولها دي كانت اهم اغاني في الفترة دي يعني طبعا كان فيه حالة كتير حلوة بس اللي انت بتقوله ده الاهام دي كانت علامات مع اه يعني حمد هلال الايام يا حبيبي كانت اول غنوة تنجح له حمد هلال كانت برضو الحاني فالحمد لله يعني في الفترة دي كان اي حد بعمله حاجة راغب علامة لو ضارت الايام فالحمد لله يعني في الفترة دي ربنا كان لما بتيت لحن لنجم لنجم شخصيته بطريقته بتأثر عليك باي شكل او بتحركك باي شكل عشان تقدمه الحاجة المناسبة لي ولا لأ انت بتقدم شخصيتك انت انا بقدم شخصية الكلام الكلام مكتوب ايه؟ مكتوب حزن انا هعمله حزن مكتوب فرحة هعمله فرحة بعد ما بخلص انا بشوف دي ليقى على مين فاكلمه او يجيلي او نتقاب يعني مش فألاقي مثلا وهي عاملة دي الوقت شكل جديد على عمر دياب ألاقي مش وركت بهم دي اول غنوة مصرية تغنيها دي انا حدات في حياتي فكان لازم بشروط معينة واعمل لها طرب وعمل لها رأس يعني كده فانا بعد ما بخلص الغنوة بشوف تليقى على مين ويحصل لقاء ما بيننا والحمد لله انا بعرف يعني اناش نصح يعني مين اول حد اشتغلت معاه من النجوم فرعاية اوهنية اللي انت كل الاغنية اللي قلتها حلوة وبعدين بقى بعديها بدأت بقى يعني مثلا يعني مثلا محمد محي لما عملنا عدبك قصرت الدنيا وكملنا بعدها اهل الملامة وبعدها اه انتكملت معاه في الخط ده اه 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 في الناس كدير حكيم بداياته كلها معايا وبعد كده كملنا برضو في اغاني كتير فاي حد يعني انا بعملوه بنستمر يعني اغلتني جملة مهمة من شوية ان انت كنت الاول في الفترة اللي اشتغلت فيها مطرب بتعايز بقى انت اللي تزهر وتبينه والناس بقى عارفة شكلك وكده بتاني بعد كده خلاص بقى الواحد لما بيتعارف ويبقى مشهور اغلتش بالعكس اغلتش بالعكس اغلتش اغلتش بتستخسر بقى يعني لو لحنا حلو ما تقولش طب ما مثلاً حقولك مثلاً وحيات اميرة ولبنة وساميرة عرفها بتات محمد هنيدي هنيدي طبعاً اه ودنيا اه دي كانت ودنيا سامير غاني ايوه ايوه قالت له على ايه يا روميو دول يبقوا يا روميو دي غني الغنوة اه اه وفي الالبوم والالبوم بتاعي نازل خلاص فجي اسميحها محمد قال لي لا لا ده انا حقودها في فيلم مع ينا يا خلتي ايوه صح ينا يا خلتي عمال فكر اسم الفيلم اه اه فقلت له خلاص يال وشلتها انا من الابومي وقديتها له ياللي نسيت الغرام ارجع هنا وقول لي اما كان محمد سعد بيغنيها المياه عز الدين بوحة تقريبة بوحة بربو عليك من تحت الشباك اه اول ما عرفت انك عايزني جيت اوام تطيرة اه كانت ليا اه وحبها محمد وكنت انا بقى مع محمد اعمل له اللي باري بايا لك واللمبي وخمسة وخمسين يسافي يعني لينا اول ما قال لي قلت له يلا خلق بتاعتك حاجات كتيرة ها بتستخصرش هتقوش دقا كذبا انا باهتمي بعصام كاريكا الملحن اه برافو عليك عشان انت عارف نقطة قويتك فيه طبعا طبعا يعني انا عصام كاريكا المطرب يقعد في حفلة هنا عصام كاريكا الملحن يقعد هنا مع هاني شياكر وعمر دياب برافو كده بس برافو فلا انا عارف ده فما بتحكش عن نفسي هم